سمع البرغان عز دخل لوحة ودكات جوه الراينو فانا ممكن هنجي هنا وروح كاتب امبورت فببدأ في حالة القايمة ديت لو بسيط دعا على الحاجات اللي هو بدعمها هتلاقي اغلب من اغلب الحاجات بدعم الستريدي ستوديو بدعم الستريتور بدعم الودكات دي دابل جي و دي اكس اف و داركت اكس و البوست سكريبت بدعم الموشن بيفضر بدعم الودكات دي اف و هكذا فاغلب من الحاجات هو بدعمها فممكن تيجي مثلا تفضر الملف دوت و تقول له اوبن فيبدأ يعمل له ايه امبورت او ممكن لو انت عنك الملف هو تبدأ تسحبه ويتحطه في طب فبيسألك عايز تفتح الملف ده اوبن فايل ولا انسيرت فايل ولا امبورت فايل ولا قتش فايل فانا اقول له اوكي فبدأ باقي جيبلي الابشن اللي موجود تخصي دي دابل جي و دي اكس اف يقول لك لو فيه امبورت للا امبورت للا امبورت للا امبورت للا امبورت للا امبورت و هكذا بعد處 ارسم اوه stock فبتقول له اعمل امبورت للا امبورت للا امبورت للا امبورت بعد كده يمكنك تكون عايز تعمل عايز مثلا تشوف الليارات قد تجي هنا او لو قد تجي هنا او لو قد تجي هنا تبدو كامل دي تظهر لك هنا دي الليارات كلها ممكن تكون في بعض الليارات احنا بش محتاجينها فممكن نعمل برش يقول لي بقى انت عايز بلو تفينيش النو او تفينيش النو الليار اس فهو لغايا كده الليارات اللي هي مفاشو عمل لها برش بعد كده ممكن تكون عايز تعمل روتيت هتكتب برضو روتيت تقدر نقطة طيب لو انت عايز تعمل اكسي بورت فانت ممكن تجي هنا تقول له انا عايز اعمل اكسي بورت سيلكت وتختار بها انت عايز تسافه اي دول ممكن تسافه توكيرت ممكن تسافه 3DM وهكذا طيب خلينا نسافه مثلا راينو 3DM ونسميه 1 2 3 4 ونحطه على الديسكتوب وقل له سيف طيب خلينا نروح لرفت وقل له نيو وقل له وقل له انا عايز اي تمبريت بشي استفرق كتير وهو طبعا انا همفروض بنعمل مجسمات في قلب الراينو والحاجات دي كلها يعني منطقة منها دخل ملف الراتقية الدائرة على الريفت بس بنشوف بس زي ان البرامج كلها اصبح فيه منها امكانية لتبادل المعلومات طيب لو انا عايز اجيب ملف من الراينو نروح لقامة انسيرت وقل له انبورتكيت ويبعد كده هتلاقي هنا أكثر من اجدد هتلاقي الراينو هوت واختار من الديسكتوب الملف اللي انت عايز بيقول لك الكاتوبر اللي انت هتدخل عليه فممكن تختار يدخل روف يدخل فلور يدخل زي ما هو عايز او زي ما انت عايز